يعد الجهاز الإعلامي أقوى أداة في التوعية وتتقيف المجتمع وذلك عبر الرسالة التي يتم تمريرها إلى المواطنين بمختلف طبقاتهم وأطيافهم وهذا الجهاز الحساس يستند إلى مهارة العاملين فيه لذا فإن مجموعة الدراسات والبحوث في الصحافة والإعلام بالتنسيق مع البرنامج الوطني للتنمية بنيت قاما بتنظيم هذه الورشة التدريبية لصالح الصحفيين لصالح الصحفيين العاملين بالقطاع العام والخاص وذلك حول التنمية المستدامة المناسبة تخللتها عدة كلمات أولاها كانت كلمة مدير الموارد الإدارية لمجموعة الدراسات والبحوث في الصحافة والإعلام جان فليب أودين كاشي الذي رحب بالمشاركين مشيرا بأهمية المعالجة للمواد الإعلامية وفق مثل البرنامج الوطني للتنمية دانييل بصفته مجيحة الممولة لهذه الورشة طلب من الصحفيين الإصغاء إلى المعلومات التي تقدم لهم لتطبيق أهداف التنمية وفق أجندة وخطط آمي 2030 فيهين قال المدير العام للإعلام والإتصال وتطوير الصحف زوتاني دابا مرتين ممثلا للوزيرة قال أنه من الصعب التحدث عن التطوير والتنمية دون أن يكون للإعلام أثر فيها وأن الحكومة عبر وزارة العلام تسأى جاهدة لتحسين هذا القطاع تنمية قدرات وكفاءات الصحفيين هي الطريقة المسلى في تغيير سلوكيات المجتمع وإنمام المواطنين بأحداث التنمية المستدامة السعي إلى بست العمني في مطار حسن جاموس الدولي والعمل على توفير المناخ الأمني للقادمين والمصافرين ذلك هو الحدث من إقامة هذه الدورة التي نظمتها سلطة الطيران المدني بالتعاون مع التعاون الفرنسي في جانب أمن الملاح الجوية لإيصاله مختلف العاملين في أمن الملاح الجوية بمطار حسن جاموس الدولي وسيتم التدريب هؤلاء من قبل خبيرين فرنسيين وأكد الخبير الفرنسي المكلف بالتدريب أنهم سيعملون على تعهيل هؤلاء من أجل التنبؤ عن المشاكل التي يمكن مواجهتها خلال فترة العمل المدير العام لسلطة الطيران المدني محمد إيجام باسم وزارة الطيران المدني شكر الجهات الفرنسية على دعمها المتواصل في مختلف الجوانب سيما في جانب أمن الملاح الجوية طالبا من المتدربين التركيز وتلقي المعلومات من عجل العمل بها في الميدان ونشير بأن هذه الدورة ستستمر لمدة أسبوع كامل في إطار الاستعداد لتنظيم الدورة الثالثة لصالون الكفاءات والعمل جاء هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع أعضاء اللجنة التنظيمية وممثلي وسائل الإعلام العام والخاصة حيث تداخل ممثلي الشركاء والمؤسسات الدائمة لهذا الصالون بدءا بكلمة مدير الهيئة الوطنية لترقية الأمل لمحمد نصر أبد الله ومدير الصندوق الوطني لدعم التدريب المهن الفناب أحمد الخضر ألي فادل واللزان أكد بأن أهداف هذا الصالون تتوافق مع السياسة الحكومة الرامية إلى مكافهة الفقر والبطالة وفتح فرص العمل والاستثمار أمام الشباب وذلك عبر التدريب وتمويل المشاريع الإنمائية والمهن الحرة مناثقة اللجنة التنظيمية لصالون الكفاءات أنت ساليه قالت إن هذا الملتقى الوطني يعتبر منبرا للتفاكر والتباحس حول الوسائل التي تسمح بتعزيز وترقية الكفاءات لإنشاء المؤسسات والمشاريع الإنمائية في القطاعات ذات الأولوية كما تخللت المناسبة أيضا تقديم أسئلة واستفسارات من قبل الصحفيين تمحورت حول موضوع المؤتمر ورد عليها المؤتمرون بكل شفافية ووضوح إن هؤلاء الضحايا الأبرياء جسدوا روح الشجاعة والبطولة والوطنية ومعاني الشرف والكرامة والتضحية في سبيل القيم والأوطان بكل غال ونفيس يهدف الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد من إحياء الذكرى المأوية لمذبحة الكوبكوب أن يكون ذلك نقطة بداية لتكريم هؤلاء الرموز الضحايا الأبرياء من العلماء وغيرهم وهي الخطوة الصحيحة لاستثمار هذه المذبحة بشكل إيجابي وجعلها منطلقا لمزيد من التفاهم والتعاون والصداقة بين الشعبين التشادي والفرنسي ومحاربة أي توجه يدعو إلى الكراهية أو العداء أو السلدية اشتركوا في القناة